شوفوا، شوفوا الصورة، شوفوا الصورة المتصدرة برة وفي أزمة التحكيم، وشوف النادي الأهلي، النادي الأهلي اللي من أربع خمسة أيام صورته منورة في كل الصحف العالمية، وفي كل المواقع العالمية، شوف النادي الأهلي اللي قدر يفوز ببطولة القارات السلاس، النادي الأهلي اللي هيلعب نصف النهاية في بطولة الانتر كونتنينتل، وربنا وفقه يلعب قدام ريال مدريد في النهاية، شوف النادي الأهلي اللي هيلعب في عشرين خمسة وعشرين بطولة كأس العالم الأندية بالمسمى الجديد وبالشكل الجديد، هو ده النادي الأهلي يا جماعة، النادي الأهلي اللي إن شاء الله في شهر فبرار اللي جاي، هيستقبل نسخة كأس العالم للأندية، الكأس نفسها، وهتم الترويج لها هنا من خلال المناطق السياحية، شوف النادي الأهلي وعظمته شوف النادي الأهلي قوة مصر النعمة، مين اللي شال أكتاف الرياضة المصرية؟ أو مين اللي شال الرياضة المصرية على أكتافه؟ هو النادي الأهلي، هو اللي مشرف الكرة المصرية، شوف كأس العالم الأندية السنين السابقة في ظل إخفاقات المنتخبات، سواء نشئين أو شباب أو أولمبيا أو منتخب أول، يظل النادي الأهلي هو الفرحة الوحيدة في الرياضة المصرية. معنا بعض الصور واللقاطات ده من معسكر النادي الأهلي، شايفين محمود كهربا ومحمد الشناوي، والنهاردة تواجد محمود كهربا مرة أخرى لقائمة النادي الأهلي، واحد برضو من العناصر المهمة، بنقول له الحمد لله على السلامة، انت عرفت الطريقة كهربا، وعايزين دايماً الفترة اللي جاية نشوفك في الملعب، شايفين كل الوشوش طبعاً، كابتن محمد رمضان، كل لعب الفريق، نهاردة مباراة مهمة جداً أمام زد، والنادي الأهلي بيبحث عن سلاس نقاط مهمة، الدوري السنة دي دوري قصير جداً، بتتكلم في خمسة وعشرين جولة، فات منهم جولة متبكرة 24، لقدر الله أي نقاط بيفقدها، النادي الأهلي بيتمثل صعوبة كبيرة جداً، فعلشان كده كل النقاط أو كل مباراة مطالب بتركيز اللعيبة، الجهاز الفني، علشان بطولة الدوري، يعني السنة دي بطولة استثنائية، والسنة جاية تكون استثنائية، وإحنا عارفين الشكل الجديد.